استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والذي يدخل يومه 48 بعد المائتين وأفادت مصادر طبية بسقوط شهداء جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق عربية وخربة العدس شامل مدينة رفح الفلسطينية كما استشهد اثنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فيما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع تزامنا مع قصف مدفعي شرق المدينة كذلك أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة فيما فتحت مدفعياتها النار تجاه منازل المواطنين في حل تل الهوى وحي الزيتون